السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking موضوعنا هاي المرة EIGRP يهو version 6 يعني المختص بIP version 6 او اللي هو version 6 وفي عندك EIGRP version 4 الRIB كان في عندك الRIB version 1 و version 2 هذول مختصات بIP version 4 بينما الIP version 6 هو عبارة عن ReBNG وكاننا الOSPF version 2 مختص بIP version 4 وفي عندك الOSPF version 3 مختص بIP version 6 راح نتكلم هاي المرة عن EIGRP version 6 او المختص بIP version 6 سراء يعني لو تكلمنا بشكل عام ما في اي تغييرات جوهرية حصلت بهذا الموضوع غير انه انت بال IP version 6 لما تكون تتعامل مع EIGRP بتقدر تعمل شتداون للبروسيس وبتقدر تعمل نو شتداون للبروسيس في عندك كمان طبعا EIGRP صار اوبن سورس يعني بتقدر تعمل تعمل تحطو داخل اي راوتر بالعالم حتى لو ما كانش راوتر سيسكو جونيبر بتقدر تعمله HP PFSense ClearOS ما اسمه هذا ال Dell راوتر اي راوتر بخطر على بالك ممكن تحصل عليه مع EIGRP مصدر مفتوح من سيسكو بالنسبة ل للاختلاف بين IPv4 و IPv6 EIGRP اول شي انه احنا كنا نفوت على EIGRP يعني نحكي IP راوتر IP راوتر config أو راوتر EIGRP بعدين تحكي له Autonomous System Number Autonomous System Number من واحد ل 36000 وبعرفش قديش فانت لازم يكون عشان كل الراوتر الموجودات منطقة واحدة يقدروا يتكلم مع بعض فلازم كل الاتهم يكونوا بيحتووا نفس Autonomous System Number Shutdown أو No Shutdown تطفي عملية الراوتر يعني EIGRP راوتنج في عندك راوتر اي دي زي ما بتعرف انه لازم يكون في عندك راوتر اي دي عشان يتبادلوا الراوتر مع بعض يعني انا لم تحكيك انه في عندك شبكة بصفحة يمين بحكيلك بصفحة الراوتر 1.1.1.1 وانت بتستقبلها بصفتك الراوتر 2.2.2.2 3.3.3.3 Passive Interface اذا انا هذا الانترفيس ما بدي ابعث عليه يعني بدي اشركه بعملية EIGRP بس ما بدي ابعث عليه اي راوتس يعني ما بدي ابحث عن neighbors ما بدي ابحث عن راوتر الثانية فمنقدر نعمل Passive Interface وحكينا ان هو Passive Interface اول شي اذا كان في عندك راوتر اذا يعني اه cracker معين او hacker معين دخل على الشبكة وحاول يعمل ان هو EIGRP راوتر وبدأ يبعث لك يعني packets ويعمل بينك وبينه neighbors ويعمل injection للنتوركس فانت بتقدر تعمل Passive Interface عشان تنهي الموضوع اه راوت فلترينج اه اذكر انه بتقدر تعمل راوت فلترينج اه عن طريق EIGRP وتمنع راوتس معينة اه من الدخول او من انك تشارك فيها مع بقية الراوترز على الشبكة Automatic Summarization هاي موجودة من IP version 4 الفيتشار او الخصائص بتمتع فيها ال EIGRP version 6 اه نفس تقريبا IP version 4 metric weight انه باتمد يعني على انه عملي اسم مترك في عندك اوثنتيكيشن كمان باتمد على link bandwidth يعني اذا كان في عندك fiber اوبتيك عبارة عن 10 جيجا مش راح يتعامل مع هذي fiber optic 1 جيجا ولا راح يتعامل معه مثل serial link 64 كيلو بيت بير سكند او 256 كيلو بيت بير سكند split horizon احنا هكينا انه النتوركس اللي بيستقبلها الانترفيس ما بعود بيبعثها على نفس الانترفيس next hop sitting انت بتقدر تحدد next hop لا اي راوتر على الشبكة hello interval and hold time احنا منعرف انه لازم hello interval والhold time يعني بتقدر تحكم فيهم بالosbf اذا اختلفوا hello interval والhold time فما بتكون عملية النابر relationship لكن بالنسبة لل eigrp اذا اختلف الhello interval ما رح يصير ما رح يصير معك اي مشكلة والhold time لكن انت يعني لما تغير الhello والhold time لراوتر معين على انترفيس معين فانت بتحكي للراوتر اللي على هدول الانترفيس انه انا الhello interval لازم استقبلها بوقت معين والhold time لازم استقبلوها بوقت معين الادرس summarization والsubnetworks اذا ما كان في عندك غير راوتر واحد موجود داخل نتورك معينة او subnet معينة والvariance اللي هو عن طريق بتحكم بعملية eigrp اه 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 support all igb redistribution type بدعم كل igb redistribution type اللي همه بدعم يعني نحن نعرف اعادة يعني توزيع ال network داخل اه eigrp process فانت بتقدر تعمل اعادة توزيع للستاتيك راوتز لل لوكالي كونكتد راوتز للرب next generation osbf version 3 وحتى لا eigrp اه 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 كمان support ال bgb redistribution شكرا الاستماق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته